محافظة دير البلح وسط قطع غزة تتحول إلى ساحة مفتوحة لاقتراف أفضع المجازر الصهيونية وهي المكتظة بمئات ألاف النازحين رغم صغر مساحتها التي لا تزيد عن 14 كم مربعا فقط في المدينة الواقعة جنوبي مدينة غزة يستيقظ نحو مليون فلسطيني يوميا جلهم من النازحين على أنباء استشهاد العشرات منهم إثر غارات طائرات الاحتلال الله أكبر الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت خلال الساعة الماضية عدة مجازر في هذه المنطقة أبرزها كان هنا لدى منزل عائلة خطاب والذي دمرته بشكل كامل الطائرات الحربية الإسرائيلية بدون سابق انظار هذا الأمر أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا وعشرات المصابين وهذا الدمار الكبير في محيط الغارة الإسرائيلية تصنف السلطات الصهيونية دير البلح منطقة آمنة للنازحين بزعمها تصنيف لم يمنع قواتها من شن غارات متتالية على المخيمات ومراكز الإيواء بسواريخ تازين الأطنان الصاروخ لما سمعت صوته أنا نزلت التشحيطة خزق أربع الأسطوح عندنا السطح الرابع والثالث والثاني والأول ونزل هاي في الحمام هنا قدر الله أنه أجأ انفجاره ومش أنه نزل البيت كله أجأ انفجاره بسيط وربنا قدره سلم بعد كل مجزرة صهيونية هنا يتجند المتطوعون بوسائل بسيطة لانتشال جثامين الشهداء وجمع أشلائهم المتناثرة تحت ركام البنايات المدمرة المجازر الصهيونية المتواصلة في دير البلح تتزامن مع مساعي الاحتلال لتهجير المزيد من الفلسطينيين إليها قصرا وهي العاجزة أصلا على توفير أبسط الضروريات لمئات آلاف المقيمين والنازحين